هنة بنت شرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة غير متوقع عن حسام حبيب أمام النيابة بعد عرض التقرير التب لشرين عبدالوهاب على النيابة أصدرت قرار ضبطه إحضار لحسام حبيب عشان يغضو أقواله بس فجئنا كلنا بطلب شهادة هنة بنت شرين عبدالوهاب الكبيرة كلنا قلنا وقتها هو طالب شهادة هنة ليه هو معقول البنت هتاخد صفح حسام وتشهد ضد والدتها أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع ايمي لسه مشتركش يشترك وحط اللايك والكومنت أختكم محتاجة دعمكم حب أشكركم على دعمكم لقناتي وربي دمكم نعمة في حياتي باتمنى منكم مزيد من الدعم الحضور الراكي المحترم هنة كشفت أمام النيابة عن مفاجأة غير متوقعة خصوصا بعد المكالمة اللي أصارت غضب شرين وخرجتها عن شعورها ودي تفاصيل أقوال هنة قدام النيابة وإيه هي المكالمة اللي خرجت شرين عبدالوهاب عن شعورها حسام حبيب ما كانش متوقع أبدا إن الموضوع يكبر بالشكل ده وكان متخيل إنه هيعدي زي كل الخلفات اللي فاتت ولما جاله أمر ضبط وإحضار كان لازم يدافع عن نفسه خصوصا بعد تقرير التب اللي تورط فيه وتحول إلى جنح الدرب بسبب الجرح اللي فراس شرين عبدالوهاب حسام طلب شهادة هنة بنت شرين عبدالوهاب والحقيقة إن الطلب ده كان غريب كان مفاجأة لنا كلنا والكل سأل وقال هل معقول هنة هتقف في صفه ضد والدتها الفنانة شرين عبدالوهاب ولما راحت هنة كشفت مفاجأة كبيرة وقالت حسام ما عملش حاجة ولا عمل حاجة لماما ولما سألها وكيل النيابة أمال مين اللي عورها في راسها بالشكل ده قالت له إيه اللي عمله حسام إنه شني من تحت إيديها وقالت كمان إن مامتها هي عورت نفسها عشان تنزل تعمل محضر وهي اللي عملت كل حاجة وإن عمرها ما جاه في بالها إيه اللي يحصل ده فكررت النيابة خروج حسام حبيب بكفالة مالية 5000 جنيه واستدعاء شيرين مرة تانية لسماع أقوالها في شهادة بنتها أما عن تفاصيل المكالمة اللي خرجت شيرين عبدالوهاب عن شعورها لما حسام راح لشيرين فلتها في التجامع لقاها بتضرب هنا بطريقة صعبة جدا فحاول يهديها بس هي فضلت تضرب فيها اتصل بولدها الملحن محمد مصطفى وقال له تعالى إلحق بنتك من إيد شيرين لأنها تخلص عليها ولما سمعته شيرين تحولت 180 درجة وكسرت الستوديو بتاعها هي وحسام حبيب وحسام استغل الموقف لصالحه وصوره وهي بتحول بتحول الستوديو إلى شوية مخلفات أرفقه دمن أوراق القضية وشيرين تعورت بسبب عصبيتها وراحت لإسم شرطة التجامع الخامس وعملت محضر ضد حسام حبيب واتهمته بالتعدي عليها بالضرب وبعد أخبار اللي تدولها بأنهم اتصلحوا في النيابة اتصربت صورة التقرير التبي لشيرين اللي كشف عن مفاجآت كتير واللي كان أولها إن شيرين تعورت بسبب ضرب ومبرح من حسام وجالها إصابات متفرقة من جسمها وجرح في راسها استدعل خياطة ثلاث غرز وعشان كده النيابة أمرت بالضبط وإحضار حسام حبيب للتحقيق معاه ومن جانبه حسام حبيب نفى كل التهم اللي توجهت له وقال قدام النيابة العامة بالكاهرة الجديدة ما كنتش تخيل أكون طرف في الخنائق بس أنا كنت بدافع عنها أنا بنت شيرين بس حاجة حصلت وأنا اتدخلت عشان أفك الخنائق ما بينهم وقال كمان إنه اتصل بولدها وطلب منه إنه يحضر بسرعة عشان يستلم بنته وطلب منه إنه يبعدها عنها لحد ما ترجع لطبعتها زي زمين وعن سبب خلاف شيرين وبنتها رفض حسام إنه يتكلم في التفاصيل يخص شيرين وبنتها عشان صورتها قدام جمهورها وكمان صورتها ما تهتزش وخرج بعدها بكفالة مادية قدرها خمس تلاف جنيه وبعد التسريب إلا قلبت الدنيا على حسام حبيب ردت شيرين ودفعت عن حسام واتهمت أخوها محمد بإنه هو السبب في خسارتها وأزمتها مع روتينة وإنه حرر عقد من ورها عشان يستوري على السوشيال ميديا بتاعتها وبعدها الكل كان بيسأل عن تفاصيل رحلتها العلاجية برا مصر لحد ما انتشر كلام إن شيرين هترجع للمصاحة النفسية عشان تتعافى وتسافر برا مصر عشان تبعد عن كل الضغوط النفسية والعصبية ولما تسأل حسام رد وكشف الحقيقة وقال الكلام ده مش حقيقي شيرين بخير وزي الفل مش هترجع للمصاحة النفسية هي بس بتمر بحالة نفسية سيئة بسبب اللي عمله فيها أخوها محمد ووجه لها رسالة وقال لها أنا طبعا بشكرها إن هي وضحت للناس إن كلامي صح وانا سعيد جدا إن هي خرجت وتكلمت مش عشان دفعت عني بس عشان هي خرجته وتحررت لإني كنت عارف كمية الضغوط النفسية اللي عليها الله يكون فعونها وانتشر تسريب من تليفون حسام كشف فيه كتير من الأسرار وقال إن انتو ما تعرفوش اللي عائلتها بيعملوه فيها وأنا ما يشرفنيش إني أنتمي لعائلة شيرين هم مظلمين بنتهم حسام كشف كمان عن عدم إصدار شيرين لقلبامات وأغاني جديدة وقال الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس شيرين مش في المود من كتر اللي اتعمل فيها من أهلها وهي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها علشان كده كررت أنا أتكلم لأنهم مش أهلي وما يشرفنيش إن هم يكونوا أهلي دول ناس زلمة وكشف عن مفاجأة جديدة وقال أنتم ما تعرفوش حاجة أهلها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها وكمان كشف حسام إن أهلها استولوا على كل بيوتها وفلوسها وممتلكاتها وكل طقتها وقال حسام كمان قال إن أخوها محمد دخل عليها قوضة نمها بعشرين راجل واعتدى عليها وخبطها بسليح وكان بيهددها طوال 24 ساعة حسام قال كمان أهلها رفضوا يزبروا عليها ويدعموها حتى لو مش هتغني تاني لأن الكلام ده كان بيحسن نفسيتها لأنه أقرب واحد لها وعارف شخصيتها كويس وتعرض حسام لانتقاضات الجمهور والمتابعين وكتير منهم شككوا فيه وقالوا إن حياة شيرين مش في أمان وفيه حاجة مش مفهومة خصوصا بعد انتشار خبر خطوبتها في الأيام القلاء الماضية وإلغاء حفلتها في دبي كل ده وأول رد فاعل ليه ليه هو حسام طلع ودافع عن نفسه وكشف عن مفاجأة كبيرة إن أخوها محمد وقع توكيل بأثر رجعي بأنه يتنازل فيه عن السوشيال ميديا بتاعتها بتاعت شيرين عبدالوهاب أخته بدون علمها لأن التوكيل ملغي عشان كده اتقدم بلاغ رسمي من النائب العام وقال كمان حسام أنا ما بقولش كلام مرسل أو التهمات مش موجودة وكشف إن شيرين مقدمة بلاغ باللي حصل عن طريق المحامي ياسر كنتوش وقال المفروض الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم من السبب في منع شيرين من التواصل مع جمهورها أو إنها تنزل أغاني جديدة وقال إنه متضايق من تسريب اللي حصل من على تليفونه لأن ده شيء غير أخلوق وأكد حسام حبيب إنه هيتقدم ببلاغ للنائب العام فأي حد هيتكلم عنه سواء من الجمهور أو الصحفيين وإنه مش هيتنازل أبدا عن حقه